إدانة وزارة الداخلية بسبب ظروف اعتقال غير إنسانية للنشطاء المناخ طبعا النشطاء المناخ بيطلعوننا كل شوية في حتة ناس نشاطين وإن كان حق التظاهر مكفول بس أنا اللي أنا مش أدري أفهمه هم ليه بيسعوا دائما لتعطيل إما حركة المرور أو القضاء على حرية السير يعني الاتنين يعني هما الاتنين نقطتين في شكل واحد هل فعلا من وجهة نظرك وزارة الداخلية تعاملت مع المظاهرة دي بوضع سيء أو كان هناك تعنت من وزارة الداخلية في فض هذه المظاهرة هذا ليس رئيسي الكريم هذا حكم محكمة حكم المحكمة أقرت بأن تم اعتقال ناشطي المناخ بظروف غير إنسانية بظروف غير عقلانية هتسمع وجهة نظري بس نحن نقل الخبر بداية يعني تم احتجاز 22 ناشط بزنزانة مساحتها 25 متر متخيل أنت المشهد طبعا نساء ورجالا يعني لأخذ حتى هذا سجن مختلط كان فبالتالي بصراحة يعني هذا دليل على أن على أن وزارة الداخلية تتعمد إهانة هؤلاء الأشخاص الناشطين الناشطية المناخ تتعمد إهانتهم هم عندهم وجهة نظر هم صحيحين هم هذا شيء آخر بس الفكرة أنه لا يحق لوزارة الداخلية أن تزدر أحد نحن بدولة ديمقراطية بدولة متطورة بدولة تحترم حقوق الإنسان لا يحق لأي جهة سيادية حتى ولو كانت الداخلية أو الشرطة النمساوية أن تزدر أحد وهذا الإزدر الذي قامت به بصراحة أدينت به في المحكمة طبعا لوزارة الداخلية عن طريق على لسان وزير الداخلية قلت كان أعلن أنه سيستأنف في هذا الحكم وسيتابع يعني الإجراءات القانونية ضدهم طيب بس أنت ما عندكش مشكلة لو أنت مثلا عندك معاد معين أو معاد مهم هل ما عندكش مشكلة يعني دول الأشخاص دول يقفوا في الشارع وانت مش عارف تعدي ما هو حق التظاهر مكفول نعم بس لازم يكون هناك قواعي يعني يمشوا القواعي أحنا نقف من كذا لكذا عشان يعملوا تحويل للشارع نعم تعطيل المصالح برضو ما هواش نوع من أنواع التظاهر ممكن ممكن هذا الشيء هذا الشيء آخر شوف سيد الكريم الحالة الاحتجاجية أنا أريد أن أحتج على موضوع معين أنا أقرر كيف سأحتج لست أنت أنا المتضرر أنا أرى أنا أرى أنه يوجد ضرر على مستوى المناخ البيئة أنا أحتج بالطريقة التي أراها مناسبة ما دام القانون طب وفين القواعد الدولة بقى وفين القانون ما دام القانون ما دام القانون بيسبح لك نعم هو طبعا بس لازم طيبة فيه تنظيم هو عما يعملوا هيك عم تيجي الشيطة لا ده هم بييجوا يعودوا وبينزعوا وبينزعوا نفسهم هو المفروض يعمل سيد الكريم بغض النظر بغض النظر شوف لالك شوف لالك بغض النظر أنا معك معينة على شأن سياسي معين أن يحتاج بالطريقة التي يراه مناسبة مناسبة ولكن يحتمل النتائج القانونية التي لربما لربما تدينه بشكل من الأشكال يعني على سبيل المثال قالوا لك بمطار فيينا إذا قام أحد بتعطيل حركة الطيران أو حركة المسافرين بطريقة تتسبب بخسائر للشركة سيتحمل المتظاهرون أو المحتجون أو 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 التكاليف وربما سيزجنوا والكثير منهم يزجنوا يعني بصراحة هؤلاء النشطي المناخ هدول يزجنوا حاليا أنا أعرف يعني أعرف أشخاص منهم فيه تواصل ما بشكل أو بآخر وأخبارهم معا بي الدنيا يعني بس بيتسبب في خسائر كبيرة هم عم يتحملوا هم عم يتحملوا هم عم يتحملوا نتائج الشيلي بالدنيا يعني هم عم يحاكموا ويقاضوا ويزجنوا ويغرموا ويغرموا هذا الكلام واقع فبالتالي هم عندهم مشكلة عم يحتجوا فيها والشرطة النمساوية عم تقمعهم فبالتالي هذه حالة احتجاجية يجب دراستها ومناقشتها بشكل علمي وموضوعي وليس فقط مهاجمتهم لأنهم قاموا بإغلاق شارع أو بإيقاف طريق أو هذا الكلام كله فبالتالي فرق ما بين الحالة الاحتجاجية والحالة القانونية أنا مش مختلف معك في موضوع الاحتجاج حق كل واحد أنا رأيي أنا رأيي أنا رأيي أنا بكلم على التنظيم فقط أنا رأييي أنا رأييي ممكن أنا أقول لك أنا أعمل لك أنا محتج على قضية معينة أنا ارتقيت أن أروح أتصل بالشرطة أو أعطلهم إيميل أريد تسجيل مظاهرة بالمكان الفلاني بالتوقيت الفلاني أنا رأيت أن هذا الشيء لا يوصل لرسالتي أنا رأيت أن أغلق الشارع ويشعر الجميع وكل من يمر بهذا الشارع أنني مؤترض على بغض النظر بغض النظر أنت تعتبر فوضى هم بيعتبروها تعبير عن الرأي أنت بتعتبر اختراف القانون هم بيعتبروها تغرد على القانون أنت بتعتبرها إساءة لراحة الناس هم يعتبرونها حماية لأرواح الناس مستقبلا فما النهور لا تأخذ في هذه الطريقة المرة الأخيرة كان فيه أحد دهس دهسو 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 بلينز فبالتالي يا سيد الكريم هذه حالة احتجاجية لها ما لها وعليها ما عليها